أرحب بحضراتكم معزياء المشاهدين بعد هذا الفاصل والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من حلقة الليلة اللي هنتكلم فيها عن ثورة 30 يونيو الحياة مرت ست سنوات حافلة بالإنجازات الكبيرة جدا والإنجازات التي لم تشهدها مصر منذ خمسين عاما الحياة في كل المجالات ليس في الزراعة فقط ولكن في جميع المجالات مرت ست سنوات على حكم الإخوان المسلمين اللي هما كانوا هيختطفوا هذا الوطن ولكن الوطن عاد إلى المصريين مرة أخرى وكانت 30 يونيو الحياة كان 30 يونيو هو التاريخ الفارق بين الدولة الفاشلة والدولة القوية بين الحياة التخريب والتدمير والبناء والتعمير اللي احنا شايفينه دلوقتي في جميع المجالات يمكن احنا استعرضنا في الأخبار جولة السيد الرئيس في مدينة نصر واللي هو حريص انه يتابع بنفسه كل المشروعات التنموية التي تجري على هذا الوطن وحريص انه يستوقف بعض المواطنين علشان يتعرف على أحوالهم بحس الأب والقائد والزعيم هنتكلم عن هذه الثورة ومعنا الحياة شاهد عيان يعني ممكن يقول لنا بعض التفاصيل اللي احنا مش عارفينها مع ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ أحمد كمال استشاري تنمية وتطوير الزاب أحمد دي أهلا بيك يعني رأي حذك في المقدمة اللي انا قلتها رائعة طبعا بالنسبة لثورة 30 يونيو رائعة طبعا ممكن حضرتك كمان ذكرت نقطة مهمة جدا ان ثورة 30 يونيو هي كانت ارادة شعب لبناء وطن ان الشعب كان بيسور عشان شايف بلده بتاريخها العظيم بتراثها العظيم بيضيع بمكانتها العظيمة سواء كلمان أو دوليا بيضيع فبالتالي كانت ثورته لأنه هو كان عايز يعني يبني وطن جديد بيحلم به بيمكن صار في 25 يناير علشان يعني يوجد مكانه أفضل ليه ويوجد مستقبل أفضل ليه والأبنائه فبالتالي دخل في مرحلة كده في كهف مظلم في نظام فاشل أدى بينا يعني لتخبط وفوضى ويعني حاجات كتير شفناها وعشناها يعني صعب ان احنا نذكرها لانها بتبقى مؤلمة بسبب ما جرت في لا بالعكس انا يعني خليني اختلف مع حضرتك لازم نذكرها علشان الشعب المصري والمواطن المصري يعرف الدولة كانت رايحة على فين ده حقيقي او ايه اللي كان موجوده دلوقتي يعني انا بقصد ان اثارها النفسي علينا كالمؤلمة لكن هي طبعا تذكر كتاريخ وحقائق نتعلم منه وناخد تجربتنا منه عشان نقدر ان احنا والحمد لله انه حصل عشان نقدر ان احنا نقوم بثورة زي 30 يونيو نبدأ نشتغل بالنتائج اللي احنا النهاردة وصلنا لها وعليها طيب يعني احنا كنا قبل هوا حضرتك تتكلمني عنها او مبادرة معينة يعني عملتها خلينا نتكلم بالتفصيل عن هذه المبادرة طيب طبعا لما ابتدت تقوم بثورة 25 يناير فكان في حالة يعني من الشباب كبيرة جدا عندها نقاء عندها استعداد لانها تتقدم كل ما هو غالي ونفيس لبلدها عندها استعداد انها محتاجة بلدها تبقى في حالة افضل قامت بثورة 25 يناير علشان نكون في وضع افضل سواء اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا ولا اجتماعيا فبالتالي شفت مرحلة مهمة جدا كان بشارك فيها مع الشباب دي من خلال ندوات للتوعية او للتسكيف او ايا كان على هذا الغرار يعني فابتدت تلاقي طبعا ان احنا ابتدنا في حكم الاخوان في 2012 فكان فيه دور مهم جدا ان احنا نبدأ نعمل حاجة بشكل مؤسسي بقى وهي المبادرة الوطنية لتأهيل الشباب لسوق العمل دي تأسست في 6-8-2012 ابتدت اول نشاطاتها من ندوات تسكيفية في 30-8-2012 الحمد لله عملنا سبق عمال كويسة اشتغلت كويس فيها عملنا سمعة كويسة سمعت بشكل قوي ابتدى طبعا الاخوان هنا في الحكم انه هم عايزين يستعينوا بيها لانها ليها دور مؤثر مع الشباب وليها دور بيها تواصل بشكل قوي جدا مع الشباب فطبعا كلنا كنا في البداية عايزين نبني بلدنا فبنتعاون فبنبدأ نتواصل بنشوف مين اللي هم ممكن يكونوا يعني في الوقت ده مسؤولين عن الحكم بنتعاون معهم بشكل المنصب بتاعه مش بشكل السياسة بتاعته اللي ممكن ما كانتش لسه بالنسبة لنا كعموم شعب واضحة قوي فبتدنا نتعاون بان احنا نعمل برامج تأهيل للشباب طبعا البرامج ابتدنا نحط لها خطة زمنية سواء عدد ساعات او ايام عدد افراد هتكون مدتها قد ايه هنتكلم المحاور بتاعة البرامج قد ايه وبتدنا تتعرض وكان ساعتها بيتنفس عليها وزارتين وزارة الشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة في ذات الوقت فطبعا احنا بنتكلم عن سوء العمل توجهنا يعني او كان الميل اكتر لوزارة الكوى العاملة والهجرة طبعا لان ده دورها سوء العمل فبتدنا ان هم بيجمعوا شباب بنشتغل معهم بنتكلم معهم بنوضح لهم سوء العمل متطلباته اهدافه ازاي بتعمل سيرة ذاتية ازاي بتعمل مقابلة شخصية ازاي بتبحث عن وسائل العمل لغة الجسد في مجال العمل عاملة ازاي يعني وسائل كتير تؤهلك انك تحصل على وظيفة وتشتغل اثناء المحاضرات كان في نهاية كل برنامج طبعا بيجي المسؤول الاول اللي هو الوزير مع النائب بتاعه مع مساعد النائب مع بعض الاطراف بتاعاتهم يعني القيادات اه يبدأ ان هو يسلم شهادات البرنامج ان الناس دي اتمت البرنامج فبيديهم شهادة ويبدأ يتكلم معه فالواحد ابتدى يلاحظ في نهاية الكلام بتاعه ان هو بيتكلم بشكل بقى يعني ليه توجه معين وليه استقطاب معين وليه فكر ورؤية معينة يعني يمكن على سبيل النساء يعني دي كانت قيادات الاخوان اه كان وزير نفسه اه طبعا يعني شاعدين نذكر اسمائي لكن بدأوا يتكلموا بطريقة معاناة مع الشباب كان ليها اسقاط بشكل مش احنا مش ده ده دول بتكلمش على دولة ومتكلمش على برنامج تدريب ده لها رؤية تانية فابتدى هنا بيتكلموا على فكرة بطريقة معاناة لدرجة ان كان احد الشباب بيسألهم هو يعني البلد عامل ايه او رايحين على فين او ايه الوضع بتاعنا فكان رده احنا خلاص احنا زي يكون عمارة هدناها ودلوقتي احنا في مرحلة الغبار فيمكن الرؤية مش رواضحة بالنزال لكن احنا شايفين وعارفين كل حاجة فانا يقعد بسمع الكلام ولكن تتخيل واحد قاعد يجسز على سنان وإن اللي بتقوله ده وفي نفس الوقت لازم يكون عندك ثابات فعالة وضبط نفس لان فيه يعني طبعا قضية اهم وهي انك انت ما تخرجش بر القصة عشان تقدر تكون رقيب على فكرة الشباب وانك انت تبدأ تديهم رؤية ووعي بشكل معين وتملكهم ادوات ان هو لو عنده طاقة وعايز يطلعها في بناء دولته لأ ده فيه قسس معينة واساليب معينة لبناء دول المؤسسات مش بالطريقة اللي هي يعني هد وابني وضيع الدنيا دي فطبعا ابتديني ان نشتغل على المحور ده في كل محاضرة بعد ما بيخلصوا كان بيبقى فاضل في آخر يوم ده حوالي بعد ما اللقاء ده والشهادات المش عارف ايه كان بيبقى فيه حوالي بتاع ديها ساعة ساعة ونص وبتبدأ انت بقى يعني ايه تصلح الموضوع بمفاهيم معينة خصوصا ان كان بيبقى فيه اشخاص منهم موجودة طبعا بيشوفك انت بتتكلم في ايه وبتقول ايه وبتعمل ايه فطبعا لازم تدي رسائل بمعنى ادك انك زي ما يكون بتدي لقاح ومضاد دحاية وفي نفس الوقت فبتدي الرسائل انت النهاردة عشان تشتغل في شركة الشركة دي لازم يكون جوه منطقة هادئة منطقة امنة اكتصاديا واضحة عشان اقدر ابني مؤسسة حقيقية فده دور الوطن عشان اعمل ده لازم البلد تكون مستقرة عشان تكون مستقرة لازم يكون في قليات كزا لازم يكون في مؤسسات كزا فبتدي له رسائل ايه هي الدولة وايه هي مقالدها ويبتعاملها ازاي فبتحاول انك انت تعمل له نوع من يعني التوعية الحقيقية بان الدولة عشان تتبني بتبقى بتتبني ازاي وبقاني مفهوم وبقاني وعي وقاني تشكيل الوعي بتاعك اللي يخليك تتحرك في اتجاه ايجابي يبني بلدك مش بالشكل طبعا اللي يمكن كان بيبقى موجود وفي تفاصيل يمكن واحد ما يقدرش يعني اتكلم عنها من الكلام اللي كانوا بيقولوه لكن الفكرة انك انت كنت ازاي تعمل معالجة للطرح اللي بيقدموه ده من انه ما يعملش تخريب للشباب ده الجزء الجزء التاني بدنا نعمل الدورة بدأت تسمع كويس ابتريت الاقي ان المساعد بتاع نائب الوزير هو طبعا اللي خلال بيشتغله بوزئين وزير ونائب وزير وزير ده شغله انه هو مسؤول عن العلاقات الخارجية للوزارة ونائب الوزير هو مسؤول عن الشؤون الادارية للوزارة فكان في مساعد للوزير لقيتها بتكلمني بتقول لي انا حضرتك هتشتغل نقطة واحد اتنين ثلاثة من البرنامج تخيل حضرتك انت عامل البرنامج وحاطة المحاور وعدد الساعات والايام وعدد الافراد وانا اجي اقول لك بملتهى التبجح انت هتاخد قد كده والباقي ده انه اللي هشتغله فطبعا يعني كان وضع مستفز شوية فقلت لها والله طالما حضرتك تقدرت يشتغل النقطة دي كلها وبتديني نقطتين ثلاثة لا يعني حضرتك تشتغل البرنامج كله بقى انت فقفلنا على كده والكلام كان لسه طبعا مفتوح شوية مش قرار نهائي لا ازاي حضرتك برضو اولا انك تعمل انك تساؤل طول حضرتك والله سيبينا افكر شوية وارد عليك مهم شوية ولقيت التليفون جالي من الحد ما قال لي لا ما ينفعشي والوضع وشأن الدولة ومهمتك وشكلك ولازم يكون بنعمل بشكل معين وده ليك دور معين فيه ما ينفعش انك تتخلى عنه وشكل معين دبر حالك وفكر انك تكون متواجدة ازاي من غير ما نعمل اي صدام دلوقتي مهم بدأت افكر هنعمل ايه هم كانوا بياخدوا اول نقط وانا كنت باخد نقطة ثلاثة قلت له اوكي انا هشتغل بعد المحاضرات وبعد الندوة وبعد ما بشتغل وبعد ما بعمل البرنامج انا عايز اصلح المفاهيم بقى اللي انا متأكد انها تقالت والنقط اللي انا كنت بتكلم عليها نقط محورية يعني ايه نقط محورية يعني انا بدي عنوان لكن تحت منه تفاصيل معينة اقدر اشتغل بيها مع المتدرب افهم منه طبيعة الناحية العلمية بتاعته الناحية الفكرية بتاعته والبيئية بتاعته عشان اقدر اوصل له المعلومة فبعد ما خلص البرنامج ده اتفكر طبعا انا ازاي هفتح النقط اللي هي اتكلمت فيها والله على مالة ايه فبقى اتفكر انه بعد ما خلص اللقط بتاعتي في نهاية البرنامج بجماعة في اي حد عنده طرح او سؤال في نقطة البرنامج عموما فمن هنا بدأ الكلام ايه تقدر تستنتج ايه بالزبط ومن خلال بناء الثقة والشفافية والوضوح وانك بتتكلم كلام عمل وعلم حقيقي يعني الناس دي برضو نطجة وعندها فكرةها وعندها رؤيتها وعندها تطلعاتها وتجربتها فابتده يتبني جسر الثقة بيني وبينهم بان احنا نتكلم بشكل واضح وفيه شفافية حقيقية تغير من خلالها مفاهيم وهكذا كان الموضوع كده لحد بقى ما يعني الحمد لله وصلنا لتلاتين يوني لحد ما تزاحت الغمة اه طبعا طبعا طيب حقيق شايف او تقيم ازاي دور الشباب خلال هذه الفترة يعني قبل تلاتين يوني او بعد تلاتين يوني او دوره في الثورة بصفة خاصة يعني ويمكن طبعا كان واضح في حركة تمرد طبعا محمود بدر وزملائه طبعا طيب هقول لحضرتك هي الفكرة ازاي ما بقولك ان الشباب ويمكننا للمسة ده عن قرب عندها طاقة حقيقية وعندها نقاء داخلي انها عندها استعداد بس محتاج اللي يوجهه صحيح فهو هنا كانت الفكرة فكرة الوعي انك بتشوف ان الناس دي كانت هتبدأ تاخد الشباب دي الاتجاه معين باستقطاب معين برؤية معينة باجندات معينة تخالف ما يعني كل ما هو شرعي أو قانوني او حتى عرف مجتمع عيشنا وتربين عليه فبالتالي كان فيه مهمة انك انت تاخد الفكر والوعي والرؤية ده وتنولكني ادوات مش تديني توجيه يعني انا هملكك الادوات الحقيقية اللي لما حضرتك تبدأ تبحث الدول بتقوم ازاي والمؤسسات بتقوم ازاي والدول دي عشان تنهض وتنطج وتبقى عندها كفاءة حقيقية تبدأ تنافس بها على ما بتبقى عاملة ازاي واسيبك انا ملكتك الادوات وتطمنت عليك بمعنى اضاق انا ابتديت انشئ عندك جهاز مناعة حقيقية جوه بنك المعلومات بتاعك من خلال عملية الوعي فابتدى يتشكل عندك وعي حقيقية جوه جهاز المناعة بتاعك ده جوه بنك المعلومات ضد اي مدخلات من اهل الشر بحيث انا اللي حاولت اعمل لك اي مدخلات سيئة بتعمل لها معالجة والمعالجة دي بتخرج بمخرجات طب انت هتعمل ده كله ازاي وانت ما عندكش معلومة يمكن حتى لما بدنا ندرس العلوم الاستراتيجية كان من اهم ما بديها بيقولك ان من يملك المعلومة يملك الكوة لان في غياب المعلومة بيغيب التحليل انا ما عنديش معلومات مش هقدر احلل الموقف مش هقدر اوصفه مش هقدر اوصفه ولا تاخد طرق وش هقدر اوصل لنتيجة فبالتالي نكونا بدد الأدوات دهيت اللي هي المعلومة تشكيل الوعي مهم قد المعلومات الوضع ماشي ازاي شكل العلام ازاي تقدر تعمل سترش او بحس بنفسك تشوف الدول بتتبين ازاي من تاريخ التنمية البشرية من بعد الحرب العالمية التانية عشان النهاردة الدول دي توصل للشكل اللي عليه عملت ايه وبالتالي تقدر تواجه اي مدخلات سيئة ايا كان وده اللي كانت دور المهم وفعلا ده كان دور بناء ويمكن كلنا لاحظنا وشفناه من خلال حملة زي تمرد وغيرها كتير تفسر بايه نجاح حملة تمرد ارادة شعب ارادة شعب الحياة دي اجابة مختصرة جدا لكن مهمة او ارادة شعب انا النهاردة لما بتشكل الوعي بتاعي وبشوف الظروف وبلاقي فوضى وبلاقي مش لاقي وضع اجتماعي حقيقي ولا وضع سياسي حقيقي ولا وضع اقتصادي حقيقي ولا وضع عسكري حقيقي ما شوف النهاردة اني مسؤول بيطلع خراية الدولة العسكرية ومواقع بتاعة الجيش في اماكن معانا لدول الماء لما شوف الوضع الاقتصادي بتاعي اه دولار او عملة لنهارده الاسمار عشان يجيلي لابد ان يكون له ميزانية انا هابني ميزانيتي على اي عملة العملة اللي في السوق السوداء ولا العملة اللي هي الدولة اه مكررة التعريفة بتاعتها او التغيير العملة بتاعها الكامل فبالتالي كمان الاجتماعية انا شايف احنا حضرتك لو تفتكر كلنا ونستدع الفترة دي كنا دايما لازم عندنا يوميا من اقل من اربع خمس ساعات الكهرباء قطع وفين ده في المدن اه طبعا طبعا ده في المدن كمان او تيجي ساعة وتقط ده احنا في المدن انما كمان كان في ممكن في الكرة والمحافظات كان الموضوع عندهم كان بالايام غير ازمة نبيب البتجاز والعيش والبنزين فدي ابسط متطلباتي حقوقي كمواطن فبالتالي انا مش لقيها ومش عارف تسيطر عليها شايف الوضع السياسي بتاعي والمكانة بتاعتي بتاعت مصر مخترقة وشايفها متردية اقليميا ودوليا شايف دول بتاع ديني وكان اكبر شارع عندها باسم احد القتل الالهابية اللي زعيم البطل حرب وسلام السادات دولة زياران موجودة هنا وبيرفع علامة نصر شايف ارهابيين شاركه في قتل او قتل رئيس الشهيد السادات موجودين في حرب في احتفالات اكتوبر قاعدين في اول صف طب انت النموذج اللي بتقدمه انت بتقدم ايه انت بتديني طرحة عامل ازاي انت بتخلي شاب او 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 يمكن طفل النهاردة او شاب لسه في مكتابة لحياته بيشكل الوعي بتاعه بقاني نموذج عشان يطلع زيه وبقاني فكر عشان يطلع زيه وبقاني حقيقة عشان ي ويقدر النهاردة ازاي يتكلم عن حقيقة بلد وتاريخها واهميتها وتراثها وانت بتهمشها وتقول يعني لفظ كده مش ولابد اللي هو كان يعني ازاي محرك فاكرين وكلنا يعني ازاي فبالتالي كان كل دي عوامل لازم تشكل وعي المواطن المصري ويتحرك بارادة حقيقية واضحة لنجاة بمصر وبناءها بشكل حقيقي من خلال تلاتين يونيو وما تم بعدها طيب بالنسبة لمكافحة الارهاب يا سيد احمد يعني هالحاك شايف ان احنا فعلا نجحنا في مكافحة الارهاب فكريا يعني ما فيش شك ان القوات المسلحة والشرطة ايما بدور عظيم جدا ودلوقتي يعني فيه سيطرة كاملة وفيه ضربات استباقية للجماعات الارهابية غير الاول فده الحقيقة بيجهز عليهم اول باول لكن من الناحية الفكرية وده مهم هالحاك شايف ان احنا نجحين في مكافحة الارهاب فكريا طيب خلينا اتكلم حضرتك كشاهد عيان من ابريل 2017 عن مكان زي محافظة شمال سيناء كل الناس متخالة ان هناك منطقة حرب وبس لا خلينا الاول نتكلم عن التنمية الفكرية الحقيقة والتنمية اللي بتصدير اللي بتحصل هناك من هناك من الفترة دي واحنا بنتكلم عن محاضرات عن عملية التنمية والتطوير والتحفيز والارشاد وبناء الثقة وبناء الانسان في مع الجماهير هناك وشباب القبائل وعواقل القبائل هناك والعاملين في الجهات الادارية اللي موجودة هناك برضو في شمال سيناء ناحية الفكرية هنا ان انا بكلم معاك ان انت ازاي بتستقطب ازاي بتعملك تجنيد كعنصر الفكرة ان الدولة راحة فين رؤيتها ايه خطتها ايه نفذن ايه وما نفذناش ايه وليه وده مهم عشان ما سبكش فريسة الاهل الشر انه يشتغل على جزئية معانة ويقول لك ما هم ما بيعملوش كذا او ما بيسووش كذا او لسه ما دخلوش في كذا لقى يبنت عندك رؤية هو ده ما تعملش ليه وما تعملش ازاي وهيتعمل امتى واللي دخلنا دخلنا وحققنا منه اديه بالارقام مش بكلمك حديثا كده مبهما ولكن بحدثك بالارقام فده كان ناحية فكرة مهمة جدا وان انا هواجه الحجة بالحجة مش بس على المستوى ده لا وكمان انه كنت بابعت معاك رجال دين بيتكلموا بالشكل المناسب ليك كفكر ورؤية رجال قضاء رجال جيش رجال شرطة كان فيه فرق فرق عامة متواجدة هناك بدورها بتتكلم عن رؤية الوطن والشكل بتعمل ازاي وبتسمع كمان من المواطن وبتبدأ تحل معا مشاكل وتفكر معاه لو عندك رؤية معانا او حلم حقيق نقدر نوصل بيه ازاي لمسؤول عشان نقدر ننفذه على ارض الواقع فده كانت ناحية فكرة مهمة جدا ببدأ من خلالها اعمل نوع من انواع تشكيل الوعي او معنى ادك زي ما بيقول دايما كده بناء جهاز مناعة جوه بنك معلوماتك عشان تقدر تعمل من خلاله اي معالجة لاي مدخلات ايا كانت طيب الناحية هناك اللي فيها بناء وتنمية وتطوير موجودة اه موجودة لما النهاردة نقول ان انت عندك فيه اكتر من 400 الف فدان بيستصلح زراعة بالنهاردة وصل انتاجه ال85% من الانتاج بتاعه لما نتكلم عن 5200 بيت ريفي بيت ريفي هناك يعني انت بتتكلم على بيت بحظيرة خلفية اه تجمعات 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 اه 5200 للشباب هناك عشان يقدر يتواجد طيب الجزئية دي مهمة جدا ومكملة حاجة كنا حضرت بتقولها هل النهاردة لما هتتكلم معايا وتقول ان البلد ومتطلباتها وفكرها ورؤيتها واحتياجها ده بس كافي اني انا ومش بعض النفوس الضعيفة انها تحيد او تحيد عن الحق لا لازم بحكم ضروريات الحياة انك توجد لي بيئة اقدر اشتغل من خلالها واحصل على وسائل عمل وسائل معيشة فبالتالي النهاردة بتديت عمل لك زراعة بتديت عمل لك ديوت ريفي وده اللي بيحصل في سيناء وما كانش موجود قبل تلك ده حقيقي بتديت عمل لك شرايين حياة تنقلك الدنيا من هنا وهنا بتديت عمل لك منطقة اقتصادية بتشتغل بشكل حقيقي ووقعي اللي برضو الاهل المنطقة هناك انهم يقدروا يشتغلوا من ناحيتها ببدأ النهاردة ميناء زي العريش بدل ما كانت تبع المحافظة خليتها تبع المنطقة الاقتصادية وده شأن مهم في رفع كفاءة المنطقة الاقتصادية وفي رفع وتوفير سبل عمل وفرص عمل كتير لابناء المكان انشاء مطار زي المليز وده برضو بيؤكد على انه النهاردة سهولة الحركة بتاعت البضايع او ركاب او انتقال او ايا كان لما النهاردة ارفع كفاءة الناحية الطبية لاربع مستشفيات غير المستشفيات اربع مستشفات مركزي غير مستشفى العريش دي كلها بتقول ان في حاجة بتتم هناك وبتتم على ارض الواقع وليها دلالات وان انا مهتم بيه لما اجا اقول ان من 2006 ما كانش فيه تواصل ما بين القبائل او عواقل القبائل او قبائر القبائل ما بين القيادة السياسية وما بينهم والنهاردة بقى ده موجود مش بس على مستوى الاتصال العسكري ولا الاتصال مخابراتي لا بقى فيه اتصال سياسي كمان على مستوى القيادة بيسمع منهم بيشوف مشاكلهم بيشوف اراءهم بيشوف اكتراحتهم وبيبدأ يفعل ده على ارض الواقع بالتعاون معاهم فده كله بيقول اننا النهاردة بعمل عملية وقد الفكرة الارهاب والتطرف والنهاردة بنشوف وده الدلالة على ارض الواقع اللي بتقول ان العملية هناك بقت عملية فردية وما لهاش توابع وما لهاش نتائج مؤثرة ويمكن لسه اول مبارح الجيل الشرطة احبطت محاولة ما كان بتبدأ انها تتضمن يعني عشان فعلا موضع يعني الجيش والشرطة بيقوموا يعني بخطة استباقات ده حقيقة بالزبط بس حاك شايف ان المعلومات اللي حاك قلتها والتنمية اللي موجودة في سيناء وهي تنمية حقيقية طبعا اهل سيناء اكيد عارفينها طبعا وشايفينها لانهم عايشينها صحيح لكن انا حاوز اوصل ده لكل الشباب في كل المحافظات كويس هل حاك شايف ان احنا انجحنا في ده يعني وسائل العلامة المختلفة السينما الثقافة التربية والتعليم هل ده لانه انا عاوز اخلق الانتماء طيب انا اعتقد ان من صيف 2018 ابتدى دور الفن يتوجه لبناء الشخصية المصرية بمعنى ان ابتدت النهاردة احط افلام في السينما بتتكلم عن دور شرطة او جيش من خلال فيلم سنزل خلية او فيلم الممر بتكلم على مسلسلات النهاردة بس عددهم محدود جدا بس تأثيرهم عامل ازاي اه ميش يا رمعي هو المهم التأثير يعني النهاردة انا مش ممكن اعمل عشر اعمال لك همش تأثير لك انا عامل واحد كنا بنشوف الاطفال نفسهم بتلكف حوالين الشاشة حتى لو اتعرض مرة واثنين وثلاثة بالضبط لما نشوف النهاردة مسلسل اختلال ومدى تأثيره على المجتمع العربي والعالمي عموما مش بس المصري ونشوف الاطفال النهاردة وهي كانت بتبقى عندها الحماس ونشوف الناس النهاردة وهي عندها كومنتات بتتكلم وبتقول قد ايه متابعة وشايفة وعرفة الموضوع فده مهم حتى لو عمل واحد بس تأثيره عامل ازاي النهاردة لما نشوف ده في دور استقافة من خلال الندوات التسقفية اللي بتتم بحضور الرئيس عموما وبيتم فيها تدور الامور دي وطرحها بشكل عامل ازاي التضحيات سواء من بطولات او التنمية والتطوير بيتم بخطط عاملة ازاي للدولة كل دي بتتجمع كلها بفكرة تشكيل الوعي لكن في حاجة مهمة جدا هنا هي الاراضة هو انت اراضتك رايحة فين انت عايز تتابع وتفهم وتقول وتشوف عشان تكون رأي حقيقة مبنى على دلات ارض الواقع ولا عايز تاخد جنبه ودبقى دايما معارض هنا بقى التوجه بتاعك انت هنا تشكيلة كنت ووعي كنت انت عايز تعرف هتلاقي عايز تشوف هتلاقي زي النهاردة ما بتستخدم السوشيال ميديا ازا كنت عايز تتأكد من صحة الخبر النهاردة بقى فيه موقع وبقى فيه رقم ساخن وبقى فيه متحدث يعني تقدر تخش وتشوف وتتأكد من طبيعة وصحة وفلطرت الخبر ده عاملة ازاي ومركز معلومات المجلس الوزراء وبيفلطر لك طبعا الموضوع اما زا كنت عايز انك انت تنقله بس وتعمل مشاركة وخلاص انت هنا برضو تحاكم نفسك قبل ما تبدأ انك تتكلم للأسف فيه بعض الناس طبعا بتعمل كده طبعا وده دورهم خطير جدا طبعا واخنا بنتكلم في الحتة دي هنا كتوعية ليهم ولينا بان ده تأثيره عامل ازاي واهمية انك انت تتحرى المعلومات ازاي دايما لما بتدرس برضو حاجة معانا يقول لك معدل انتشار الاشاعة بيساوي غمضها مضروب في اهميتها يعني النهارده لما اجي اتكلم عن موضوع مهم جدا وحيا ومؤثر في الدولة وفي كيانها وفي اركانها وحط العنوان وحبش بقى في النص كده وكون فكر واشاعة معينة واطلقها وابدأ احركها معدل انتشارها بيبقى دايما اهميتها مضروب في غمضة المشاعة مهمة لها تأثيرها لها تأثيرها على حياتي فبقت مهمة وبالنسبة لي غمضة فابدأ اتكلم مع حضرتك حضرتك تتكلم مع فلان فلان يتكلم مع الله انتشرت وبقت موجودة كأنها حقيقة فابدأ اتكلم عنها لو انت سمعت عنها اه ده انا شفتها على الموقع الفلاني ده انا شفتها على الصفحة العلاني فابتدت تنتشر بشكل مالوش حقيقة لما نيجي نتكلم ان في رصد في شهر واحد مثلا لمركز رصد الاشاعات اللي في رأس مجلس الوزر يجي يقولك ده انا في الشهر ده رسطت اكتر من 40 الف اشاع فده معنى ايه ورايح بي الفين والهدف من ده ايه وهدف من انتشارها ايه فزي انا بنقول كده ان دايما تلاقي الاشاعة تنتشر يمكن احنا شائعات حتى احنا عايشناها حتى في ازمة فيروس كورونا ده حقيقي يمكن حق تعلم انه على السوشيال ميديا فيه كثير جدا من المشككين في الارقام اللي بتعلنها وزارة الصحة دايما عن الاصابات وعن الوافيات ياعم ده مش حقيقي ده الارقام ما نشعرف كذا وده كذا ومحافظة كذا فيها كذا يعني السوشيال ميديا الحياة بتلعب دور خطير جدا في هذا الموضوع في تشكيل وعي الانسان النهاردة وده مهم جدا لكن انا يمكن على ذكر على سبيل ذكر الكلام حضرتك في موضوع كورونا انا شايف ان من اهم المنح اللي دي تهلنا كورونا هي اعادة ترتيب المجتمع يعني يعني اعادة ترتيب المجتمع يمكن قبل كورونا من كلها ده ربع شهور ما كانش قدامنا يربطوا على المهرجانات يكلمنا في النقطة دي في الفقرة القدوة انا محتاج رجل مثقف رجل على درجة علمية رجل أديب رجل مفكرا حقيقي انا محتاج الناس دول محتاج الناس دي كلها في شكل ناس عندها ثقافة حقيقية بتنقل لي وعي بشكل طبيعي وحقيقي محتاج ناس عندها علوم فكرية بتبدأ تعملي أبحاث على فكرة سيد احمد انا محتاج برضو المطرب ومحتاج لعب القرى ومحتاج الفنان بس ما يبقوش دول هم المتصدرين للمشهد احنا نتكلم هنا بالضبط على عادة ترتيب المجتمع كأولويات ونمازك انا كدولة عشان ابنيها وكون دولة مؤسسات مش هابنيها بدول بس دول دولهم مهم جدا بس فيه أولويات اهم انا النهاردة لما اجي اقولك انا كدولة طول التجارة مش مهم لا مهم بس الدولة بتتبني بالصناعة اي دولة النهاردة عشان تقوم وتبقى دولة مؤسسات وزات اقتصاد حقيقي موجود على ارض الواقع بتتبني بالصناعة مش بالتجارة بس لكن هل التجارة مش مطلوبة لا مطلوبة لكن ايه الاولى الاولويات اللي بنتكلم عنها في مرحلة زي مرحلة حياتنا النهاردة في بناء وطن يبقى انا محتاجي النمازك دول اللي هتنهض بي وتحركن ما انا النهاردة لما يكون عندي انسان مثقف واعي حيبنيلي فكرة الطالب هو طالع بيتكلم يعني ايه فن يعني ايه طرب يعني ايه كورة يعني ايه اخلاقيات رياضية لما يكون عندي طبيب هيقدر النهاردة يعمل لي عملية وعي وعملية يعني أبحاث علمية عملية تطوير لدوة وخلافه لما يكون عندي أديب هيقدر النهاردة يجود لي الفكرة الحقيقية اللي بتحصل دي بشكل أدبي حقيقي لما أقراه أو يقص علي ألاقي نفسي منضج بأدبيات حقيقية ترتقي بمستوى فكري وأسلوبي حتى في الكلام وهكذا فده الناس دي أولوياتها النهاردة أنها موجودة في فترة إعادة ترتيب المجتمع واللي أنا بشوف أنها من منح كورونا لنا طبعا هو فيه دروس مستفادة كثيرة جدا الحقيقة في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ كل الدول على فكرة بس فعلا إحنا محتاجين نعيد ترتيب أولوياتنا وأعتقد البيت المصري حس بدا الأسرة المصرية حس بدا يمكن دلوقتي إحنا شايفين وضع التعليم دلوقتي التعليم عن بعد الوضع اختلف دماما فطبعا دي برضو من ضمن المميزات يمكن حضرتك تعلم أنه فكرة التعليم عن بعد والتابلت واستخدام الوسائل الحديثة حقيقة 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 كانت بتواجه الحقيقة بحرب شرسة جدا وكانت الناس غير متقبلة دلوقتي أصبحت أمر واقع وهو ده المطلوب وهي المنح دي اللي إحنا بنتكلم عنها أنها بتهيأ إلينا أرض الواقع ليه حاجات كنا ممكن ناخد فيها أزمينة أطول عشان نوجدها على أرض الواقع بشكل موجود فيه جزئية دايما الحركة تكلمت عنها بتاعة الأسرة المصرية وأنها بقت معندهاش أزمة اقتصادية لأنها بتدت تكتشف أن الترفيهيات اللي كانت موجودة في أن أنا لازم في أولويات في الأنفاق لازم أنزل يوم كذا عدد مع أصحابي ولازم أخرج ولازم أكل برة ولازم مش عارف أعمل إيه وأشتري إيه والكلام ده كله بتدت تكتشف أن الفاتورة الترفيهية دي ما كانش مطلوبة وابتدى يعمل وفرة من خلالها فدي كلها من حقيقة كان لازم يحصل معانا حاجة معينة عشان نبدأ يحصل عندنا كده زي ألارم يقولك خلي بالك أنت حياتك رايحة بك لغاية فين عشان تبدأ تتحرك ليه ودايما الحكمة تقولك تخلص من مشاكلك قبل ما هي اللي تتخلص منك فكانت المنحة دي مهمة عشان نبدأ نتخلص من مشاكلنا اللي كنا شايفينها أزمات وهي كانت شيء يعني يعني لا يذكر يعني شيء هاوي كده وبالرغم من هذه الظروف يا سيد أحمد أن الحكومة المصرية أقرت أكبر موازنة مالية في تاريخها اتنين تريليون واثنين مليار اتنين واثنين من عشرة تريليون جنيه ودي أكبر ميزانية في تاريخ مصر حقيقي لما نشوف أن دلالة ده إيه دلالة ده النهاردة لما أجأ أتكلم على توصيف بقى الميزانية وأقول أن البحث العلمي والتعليم العالي والصحة والتعليم اللي هو التعليم من قبل الجامعي لما أشوف أن دول يتوفر لهم مالة يكل عن 635 مليار جنيه من الموازنة الجديدة للوفرة دي بس عشان أنهض بيها أقول لك والله ده حاجة ممتازة هو أنت النهاردة لما أجأ أتكلم عن تاريخ تنمية بشرية وأقول أن الدول بعد الحرب العالمية التانية اللي حبت أنها تعمل عملية تنمية والتطوير والدخار ورخاء مجتمعي ابتدت بالصحة والتعليم عشان تنهض بالإنسان عشان يقدر يبني ويطور فلما لقى أن الدولة بتحطيلي على الأقل يمكن تلت الميزانية بتاعتها اللي هي أدخم ميزانية زي بيقول 2 تريليون و20 مليار أو 2.2 من 10 تريليون جنيه تلت الميزانية دي في المجال ده أو في الكصة دي يبقى أنا بتكلم صحة وتعليم البحث العالمي يبقى أنا بتكلم أن أنا رايح بمؤشرات بتقول أن دلالات الأرقام دي رايح لنتائج حقيقية وأن فعلا الدولة المصرية رغم هذه الظروف مصرة على أنه يكون فيه تنمية حقيقية في جميعنا نفذل الظروف دي اللي في 6 سنين لما لقي أن يعني تصريح للرئيس الوزراء بيقول أن إحنا صرفين أكتر من 4.5 تريليون جنيه على عملات التنمية والتطوير والبناء والتشهيد والإعمار أقول والله ده معجزة من ربنا سبحانه وتعالى طبعا طبعا بكل المشاكل اللي إحنا فيها دي وبكل الصعوبات اللي بنواجهها دي وكل الحروب اللي بنتحاربها دي وقدرنا أن إحنا نعمل ده كله ده أجاز عيني ده مفروض حاجة تدرس على ميجم حقيقي والله مش عشان بلدي يعني بس ده حقيقي يقر يعني وقع بيقر وفي شكل أزمة كورونا كان لها فضل في إعادة ترتيب الأولويات طبعا سواء بالنسبة للدول أو حتى للأسر المصرية حقيقا سعيدنا جدا بلقاء حضرتك الأستاذ أحمد في نهاية هذه الفقرة أعزائي المشاهدين لا يسعني اللي نتقدم بجزيل شكرا لأستاذ أحمد كمال الاستشاري تنمية وتطوير الزاد بشكرك جدا شكرا لأداء لقاء حضرتك شكرا جدا على الإضافة الكريمة اللي كانت لقيا بنعفظك شكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج اللهم أحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره اللهم أمين إلى أن ألقاكم فيها اللقاء القادم بمشاية الله لكم أني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته